مرحبا اشلالكم فيديو اليوم عن توتو توتو عدها برد بالمعدة صارها يوميا اللي ما يعرف توتو هي اصغر واحدة عندي بالقطة عمرها سبعة شهر اكتشافت انه هي عدها برد العراض البرد تقيقت اكثر من ثلاث مرات عدها ارتفاع حرارة شون نعرف انه القطة عدها ارتفاع حرارة تكون عيونها ذبلانة عدها خمول ما تقبل تاكل بالاضافة لا صعوبة بالتنفس ونائمة دائما اكو طرق يعني طريقة يدوية انا استخدمها دائما اجيب كف ايدي واحطها تحت بطن القطة وامسكها بعض الشكل لمدة نص دقيقة اذا شفت انه بطنها ادفع من باقي جسمها معناه هي عدها شوية حرارة وبعدين انا راح اتاكد هزا قسلها بالترمومتر هي درجة الحرارة عندها البار حتوانة اربعين يعني مرتفع درجة الحرارة الطبيعية تسا وثلاثين ونص اخرها راح افتحها بالاول وبعدين نخليه مؤخرة القطة اكيد طبعا هي راح تعصب هي راحة هي راحة هي راحة هي راحة موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو درجة طبيعية وخافض الحرارة اللي نطيطيها هو هذا اسمه كيتوفان ننطيه منها كل اثناء الساعة واحد سنتيم ونص راح اردها بالاول هيا ننطيها واحد ونص سنتيم الواحد الواحد سنتيم يشبه الواحد ملي ماكو اي فرق بالسواعل بالنسبة لخافض الحرارة اي خافض بمادة البارستيمول فهو ممنوع تماما للقطط يعني مو احد يروح للصيدلية ويقول انطيني خافض حرارة راح ينطيص صيدلاني مثلا بارستيمول او سيطال ممنوع شوفوا شكلها يكون هيتي مثل عصر بارتقال هذا الخافض راح يشتغل تقريبا وراء ربع ساعة بالنسبة للمضاد الحيوي انا منطت اي مضاد حيوي انتظار الثاني يوم قلت اذا تقيقت مرة الاخرى حنطيها بس هي الحمد الحمد لله يعني وقفت تقيع كل اللي سويته انه خليتها تصوم لمدة اطنع الساعة بدون اكل تبقى بس تشرب مي وثاني يوم بديت اكلها زبادي دجاج مسلوق خفيف خفيف يعني مهواية والحمد لله اليوم اتحسنت وصارت احسن وقامت تلعب واني راح اضلا تابعها واخذ درجة حرارتها اذا عجبكم الفيديو واستفاديتوا اتمنى تشتركوا بالقناة ودوسوا لي لايك واي اسئلة اي اسئلة كتبوها واني راح اجاوب عليها ان شاء الله احبكم هواية باي باي